السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ارحب بكم دوما الى هذا اللقاء الرباني مع اطيب الكلام وهو كلام الله رب العالمين ونواصل النظر في كتاب الله عز وجل نستمر في تفسير سورة الانعام هذه السورة المباركة من القرآن المكي وهي من السور المفصلة والمطولة ولحد الان ربما اسبيع ونحن في تفسيرها كل مرة نأخذ جزءا من اجزائها وكنا قد وصلنا الى غاية حصة الامس عند الاية 141 نقرأ ما تيسر من كلام الله عز وجل ثم نتابع التفسير والاستنباط وايضا التنزيل على ارض الواقع بما يلامس شؤوننا وحياتنا ونفسيتنا واجتماعنا وايضا نتبرك بالقرآن الكريم فتلاوته وتدبره والتفكر في اياته من اسمى وانبل العبادات عند الله تعالى وفيها من الاجر والتواب ما الله به علم فنحن ان شاء الله تعالى كلنا فائزون لنوصل بدءا من الاية 141 من سورة الانعام يقول الله عز وجل بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من تمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزعكم الله ولا تتبعوا خطوة الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانية ازواج من الضأن اتنين ومن المعز اتنين قلاء الذكرين حرم ام الونتيين اما اشتملت عليه ارحام الونتيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن لبل اتنين ومن البقر اتنين قلاء الذكرين حرم ام الونتيين اما اشتملت عليه ارحام الونتيين ام كنتم شهداء ايد وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين في هذه الايات البينات من كلام الله عز وجل سيعرض المولى جل جلاله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلاله عن صحابته المكرمين وايضا للعرب المشركين وايضا لنا نحن في عصرنا هذا ولكل البشرية جمعا فالقرآن الكريم كما ذكرنا هو جاء للعالمين نذيرا فيه نظام عالمي هذا الخطاب الذي سوف نقوم الآن بفهمه وتحليله واستنباط الاحكام منه لا يخص فقط المجتمع العربي الاول الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما يشمل كل البشرية في كل زمان وفي كل مكان في القارات الخمس وسوف نتعرف ايها الاحباب الكرام في هذا المقطع انه ربنا يضع لنا الاساس في النظام الغدائي فيما يخص الثمار والفواكه والخضروات ما يسمى بالاطعمة النباتية وسوف يضع لنا اطارا عاما فيما يخص الاطعمة الحيوانية وهي مهمة للغاية وهي السبب في الغالب على ما يسمى بفيريس كورونا لكي نفهم واقعنا المعاصر ونفهم الاخطاء والاخطار المحدقة بنا لابد ان نراجع نظامنا الغدائي فهناك دول غير مسلمة في شرق العالم وفي غربه تأكل كيف ما تشاء ما عندهم شريعة ولا عقيدة ولا منهج في الأطعمة والأشربة ومن تم أصيب العالم بأسره بموجات من الأمراض والتلوتات والأخطار في غياب الرؤية النورانية في نظام الطعام والشراب هذه الآيات البينات ربنا سوف يعرض فيها كل ما يتعلق بالأطعمة النباتية وأيضا الأطعمة الحيوانية وأيضا الأشربة حتى الأشربة لأن لأن وقوع الخلل في هذا النظام الغدائي سبب حقيقي فيما أصاب النظام الصحي العالمي من صعوبات ومن أمراض فتاكة ومن أخطار محدقة تعالوا نتأمل يقول الله عز وجل بدءا من الآية مئة وأحدة وأربعين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه الله عز وجل يذكر هنا نعمه على عباده هو تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم شتى نعم كثيرة فذكر بأن هذه الأراضي وهذه الجنات من الذي خلقها من الذي أنشأها إنه الله جل جلاله هو أنشأ الأرض وأنشأ التربة وأنزل الأمطار وخلق الحرارة ووضع البدرة وهيأ الأسباب ثم قال للفلاح قم بدور بسيط ولكن العطاء كله من عند الله عز وجل أنشأ جنات أي بساتيين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة معروشات وغير معروشات أي أن بعض تلك الجنات مجعول لها عرش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض وبعضها خال من العروش تنبت على الساق وتنفرش في الأرض سبحان الله انظروا المعروشات والغير المعروشات كالقوا الأشجار والنخيل بعض الأطعمة وبعض الثمار كالقواة تقوم على الشجر والبعض كي ينبت في الأرض مباشرة تحت تربة هدية معناها معروشات وغير معروشات وهدفه تنبيه على كترة منافعها وعلى خيرتها فربنا عز وجل علم العباد كيف يعرشونها وكيف ينمونها وذكر من بينها قال والنخل والزرع مختلفا أكله أي أن كل هذه الأطعمة والثمار هي تسقى بماء واحد ولكن نفضل بعض على بعض في الأكل إنها ماء واحد وتربة واحدة وأشعة واحدة وسبحان الله تخرج أشكال وألوان ومضاقات مختلفة ثم قال جل جلاله خص من بين النخل والزرع قال والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه خص النخل والزروع على اختلف أنواعها لكترة منافعها ولكونها يلقوت الأكتر للخلق يا سبحان الله هذا نعيم عظيم وكثير ثم قال متشابها وغير متشابه يعني أشكال وألوان مختلفة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات سرد مجموعة من الاثمار والفواكه والخضروات وهي كثيرة في القرآن النظام الغدائي للإنسان ينبغي أن ينصب أولا على كل ما يخرج من الأرض كل ما يخرج من الأرض هو نافع للإنسان ما في ضرر ربنا سوف يتكلم كثير عن هذه الفواكه والنبتات في كتابه العزيز وذكر الكثير منها غير هذه هنا ماذا ذكر ذكر العنب وذكر الرمان والموز والسدر والرطب وغيره فالقرآن الكريم إذا قمنا بتأمل آياته المختلفات نجد الكثير من صفات الأطعم والأشربة مثلا حينما تحدث عن بني إسرائيل وأنهم كانوا يطلبون من سيدنا موسى أن يكرمهم المولى بالعطاء ماذا قالوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد الإنسان ما يقدر يصبر على طعام واحد الإنسان إذا كان يأكل فقط طعام واحد طعام واحد طعام واحد سوف يمل هو سوف يشعر بالروتين وربما قد يصاب بفقر الدم لأن كل طعام فيه كمية من الفيتامينات والبروتينات وغيرها من المواد الصالحة للجسد طعام واحد لن نصبر عليه لهذا توجه بني إسرائيل إلى نبي الله موسى الكليم فماذا قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ذكر القرآن الكريم عدة أنواع من الخضروات والفواكه وأيضا ربنا قال في آية أخرى مبينا أن الفلاحة والزراعة والحصاد والكل عطاء من عند الله البشر لا يقوم إلا بمجهود بسيط ولكن العملية كلها هي من عطاء الله جل جلاله وهو القائل ثم شأقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحضائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم يا سلام أنظروا إلى عطاء الله هذه الأرض من الذي شقها أنظروا إلى الصخر الصخر أرض لكنه لا ينبت والتربة ربنا عز وجل جعل فيها مواد كيموية وجعلها مثل رحم الأنت مثل رحم المرأة لما تحبل ثم تعطي الأولاد هكذا هي الأرض ثم شأقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحضائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وغيرها من الآيات الكثيرة منها قوله تعالى مثلا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل نخيل والأعناب ومن كل التمرات إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون ربنا يدعون لكي نتفكر ونتدبر عبادة من أعظم العبادات عبادة منسية عبادة مهملة عند المسلمين المسلمون الأوائل إنما تقدموا وتطوروا وزحموا الأمم الأخرى في مصارات الاختراعات والابتكارات لأن المسلمين الأوائل كانوا يتفكرون وكانوا يتدبرون إذا وصلوا إلى آية لقوم يتفكرون تجد الواحد منهم يأخذ شيئا بسيطا ويتأمل فيه من كل جوانبه ثم يستنتج منه عدة خيرات ومنافع تكون فيها مصالح للناس ولكن نحن لم نعد نبدو المجهود كبير في التفكر تعالوا ننظر أيها الأحباب الكرام إلى هذه الفواكه وهذه الخضروات القرآنية ذكر منها العنب العنب جاء ذكره في القرآن الكريم كثيرا وجنات من أعناب ربنا ذكر جنات من أعناب انظروا إلى العنب ما أجمله ما أحلى وما ألده أشكال وألوان مختلفات رغم أنه يسقى بنفس الماء الذي يسقى به بقية الخضروات والفواكه ولكن طعامه جميل ذكر ربنا عز وجل النخيل النخيل دكر كثير في قوله تعالى مثلا فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون جنات من نخيل فالنخلة شبه الله بالفاكهة طيبة وبالكلمة طيبة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصف المؤمن الصادق النافع بمدى شبهه شبهه بالنخلة المؤمن الصادق والصالح مثل النخلة يكون أصغر القوم ولكنه يعطي تمارا كثيرة ومتعددة وذكر ربنا عز وجل التين والزيتون في سورة خاصة لأن فيه مخصائص في الطعام والدواء والتين والزيتون وطور السينين تحدث ربنا عن الرمان وخير كثير فيها الرمان حتى قال فيه ربنا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه وذكر ربنا الموز البنان لما قال شبحانه وطلح منضوض هو الموز وذكر ربنا السدر يطلق على شجر النبق الذي لا يكون فيه شوك في سدر مخضوض وذكر الرطب التمر الذي هو عكس ليابس يكون رطبا لما قال عن السيدة مريم العذراء وهزي اليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جانية التمر مفيد وذكر اليقطين اليقطين هو القرع القرع الذي يؤكل ذكره لما تحدث عن سيدنا يونس بن متة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وذكر ربنا الزنجبيل وغيرها من الفواكه كلها مذكورة في القرآن الكريم هذه الفواكه وقف عندها علماء التغذية وقالوا بأن القرآن الكريم معجز من جميع الجهات علماء الفلك علماء الأرض علماء البحار علماء طب الأجنة علماء الاقتصاد علماء اللغة والبيان كل واحد من هؤلاء العلماء يقف على على مدخل من مداخل القرآن يقف مشدوها ويؤكدون ما يمكن لنبي أو لراعي غنم كان أمياً يعيش في حياة بدوية صحراوية قاحلة ويعطي هذا الإبداع كله يتحدث في الطب في الهندسة في طبقات الأرض طبقات الجو يتحدث في الفيزياء والكيمياء يتحدث في علم الأجنة يتحدث في التخطيط الاقتصادي يتحدث في علم الاجتماع في علم النفس النفس البشرية يتحدث عن المستقبليات ما يمكن يعطي هذا كله بكلام فصيح وبيان بليغ أبداً مستحيل لأن كل عالم نال شهد الدكتوراه يكون في التخصص واحد والقرآن الكريم تناول الحديث عن كل شيء وكل واحد من هذه الأشياء المتعددة أكثر من مجموعة دوائر علمية لزا الدكتوراه دوائر علمية مختلفة فيكفي أن ننظر في هذه الفواكه المذكورة في القرآن الكريم فيها إبداع وفيها إعجاز والطب الحديث اكتشف بأن كل النباتات والفواكه والثمار المذكورة في القرآن لها فوائد صحية جمة إنسان لو أنه جمع الفواكه والنباتات والثمار المذكورة في القرآن الكريم وأكلها وانتفع بها سيكون قد ضمن له صحة وعافية جيدة مثلاً التين لما قال التين والزيتون التين هو صيدلية متكاملة قيل بأنه يقي من عدة أمراض العنب قيل بأنه يكافح السرطان وأمراض القلب الرمان قيل وفاكهة السعادة ويحمي من الجلطات الموز معروف أنه يمنح الإنسان طاقة هائلة وغيرها فربنا لما تكلم عن هائل النباتات أراد أن يخبرنا بأن كل هذا من عند الله هو الذي يخلق النباتات وهو يخلق الحب ويخلق المطر ويخلق الرياح ويخلق الشمس ويخلق الإنسان ويخلق في الإنسان إرادة ومعرفة لعملية الحرط وعملية الزرع ثم عمد الحصاد كل من عند الله كل ما نراه مأدبة ربانية كرم إلهي يقول عز وجل إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تفكون كل خير من عند الله كل ما نأكل وما نشرب كله من عند الله ربنا حذرنا قبل أن نمد أيدنا إلى الطعام ماذا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه إن شأقنا الأرض شقة انظروا قبل أن تأكل انظر إلى قطعة خبز كيف كانت في الأول عبارة عن نبتة في إحدى الحقول ثم ربنا سير لها فلاحا يقوم بزرعها ثم ربنا خلق المواد الكيموية في التربة ثم قدر الأمطار تأتي في وقت معين ودفع الرياح دفع الرياح دفعت السحب والذي خلقها الرياح هو الحق سبحانه رياح قد تكون شمالية جنوبية غربية كل بإرادة الله ليس من إرادة الطبيعة ثم يعطينا الله الشمس ثم تبدأ هذه البذرة تنبت إلى أن تصير عبارة عن سنبلة وبعد ذلك يتكاتر الحب ويشتد عوده بأشعة الشمس فيها طاقة وبعد ذلك يسخر الله من يقوم بحصدها يوم الحصاد ثم بدى حصادها تباع في الأسواق تجار يبيعونها من مكان إلى مكان ثم تذهب إلى المطاح وتطحن ثم هناك مخابز تقوم بعملة الخبز بخبزها وطهيها ثم تباع عند دككين للمخابز وغيرها ثم تأتي بين يديك وتأكلها أنت بالصحة والعافية ربنا لا يطلب منك أي شيء قبل أن تأكلها انظر فلينظر الإنسان إلى طعمه انظر إلى هذا الخير الذي أمامك قطع أشواط وانتقل من مكان إلى مكان ربما حبت القمح جاءت ربما من قارة أخرى من البرازيل أو من الأرجنتين أو من البلاد الأسيوية وقطعت مراحل حتى وصلت إليك قل بسم الله وبعدها لما تأكل وتنتهي قل الحمد لله ومن فعل ذلك فقد أجزل العطاء والشكر أجزلت الشكر الله كريم الله تعالى يكفي من عباده أن يقول الحمد لله على طعام الله وسيدنا إبراهيم الخليل ربنا وصفه فقال وإبراهيم الذي وفى وفى قالوا بماذا وفى إبراهيم قال كان عليه السلام إذا أكل الأكلة حمد الله عليها وشكره وإذا شرب الشربة حمد الله عليها وشكره وإذا نام النومة حمد الله عليها وشكره فليدقل عنه وإبراهيم الذي وفى فكل العطاء هو من عند الله يخلق النبات ويخرج الحبة ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لاحظوا بأن الله تعالى إذا ذكر النبات في القرآن ذكر الأرض كلما ورد لفظ النباتات أو الزروع أو التمور يريد لفظ الأرض لأن الأرض هي التي تخرج الزرع والتمر أما كلمة التراب في القرآن إذا وردت فالسيق يكون عن خلق الإنسان وعن أصله ومرجعه فهي أصل المادة التي خلق من الإنسان التراب وهي التي يعود إليها بعد الممات لهذا قال الله تعالى ومن آيته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فنحن أيضا ثمر أخرجنا من التراب ولهذا لما نأكل النباتات فإن جسمنا يرتح علاج من السكر ونغطي الدم وتنقية الدات من الرواسب والميكروبات أن نأكل الكثير مما أخرج من الأرض نأكل منها على ألوانها المختلفة لا تميز كل من جميع ما خلق الله هذه الخيرات ربنا وعدنا بها في الجنة فقط مسميات أما في الجنة فهو نعيم أعظم أنواع كثيرة لا تنتهي كما قال عز وجل لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون الجنة فيها فاكهة كثيرة وما تشتهي الأنفس وما يطلبه الناس في أي وقت ربنا قال وثواكه مما يشتهون وفيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين لكن فاكهة الدنيا تكون مقيدة بوقت موسمي إلا أن فاكهة الجنة هي كثيرة ومتعددة يا رب جعلنا من أهل الجنة حتى ننعم بطعامها فالحق عز وجل يقول في هذه الآيات من سورة الأنعام ذكر هذه الأطعمة وقال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرعة مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه إلى أن قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله عز وجل بعد أن ذكر هذه النعم الكثيرة نعم خيرات متعددة قيدها بأحكام شرعية هنا سينتقل ربنا لبيان الأحكام الشرعية في التعامل مع هذه الأطعمة فأنشاها لمنافع العباد كلوا من ثمره إذا أثمر كلوا يعني لكم أن تأكلوا وتشربوا منه كما تشاءون هذا خلق من أجلكم سيبوفو خلق من أجلكم كل ما في الأرض خلقه الله للإنسان والحرام ما دل النص على حرمته وهو محدود جدا وكل شيء خلقه الله لنا نستمتع به ننتفع به ويطلب منا أن نشكره وأن نستخدم الطاقة المحصلة في طاعة الله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده هذا حكم شرعي قوي وآتوا حقه يوم حصاده أي أعطوا حق الزرع يعني هو الزكاة الزكاة ذات الأنصبة المقدرة في الشرع ربنا أمرنا أن نعطيها يوم الحصاد يعني الفلاح الناس اللي يشتغلوا في الفلاحة وفي الزراعة يوم الحصاد يكون هو يوم العطاء لأن حصاد الزرع بمنزلة حولا الحول اللي عنده المال من شرط الزكاة أن يمر عليه الحول يدوز عليه العام 12 شهر لكن اللي عنده الزراعة والفلاحة حصاده وزكاته يكون يوم الحصاد لماذا يوم الحصاد؟ لأن الناس يتشوفون إليه نفوس الفقراء كي يرقوا دك الفلاح الكبير ديروا واحد الجاع وحط فيها التمار دياله وحط فيها أعداد ديال ديال الفواكه وديالخضروات وديالحبوب وديالقاطاني كي يشوفوا قدامه كي يشوف فيها الفقير الخماس والغني كي يجمع دك الخير يشكل أعطاه دك الخير أعطاه المولى هو درعوا واحد للأسلوب بسيط ولكن ربي أعطاه الشمس وأعطاه الليل وأعطاه الرياح وأعطاه البرودة وأعطاه الحرارة وأعطاه التربة وأعطاه الكيمويات تطاكل شيء فالغني ملك جمع التروى يوم الحصاد الفقير تتشوف نفسه الى الطعام فكي يقول لله عز وجل وآت حقه يوم حصاده بشي يكون فيه النفع وبهذه الاية العلماء اثبتوا وجوب الزكاة في التروات الزراعية الزكاة واجبة في التروات الزراعية ومنها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض من طيبات ما كسبتم هي الاموال الزكاة الاموال لعنده تجارة او الموظف وعنده او مستخدم وكيجمع واحد الاجرى هذا كسب اما الفلاح مما اخرج من الارض يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض كل ما خرج من الارض نخرج فيه الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخديه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد اياكم حينما تخرجون زكاة اموالكم وزكاة زروعكم انكم تختاروا الخبيث يعني واحد الخضرة او قطاني او غيرها او تمار اللي هي خبيثة كنعطيها في العشور كنعطيها الفقارة ولهي جيدة احتفظ بها لك اقوم بتصديرها الى السوق الاوروبي المشتركة واحصل على العملة الصعبة لا ربنا يقول لا لا تفعل هكذا فهذه الاية فيها وجوب الزكاة في التمار وفي كل ما يستنبت من الارض اي جميع الزروع والتمار التي يقصد بزراعتها استتمار الارض ونماؤها طبعا الفقهاء قال لك بالنسبة ما ينبت في الارض هو بحل الحطاب والحشيش والقصب هذا مما تأكله الحيوانات هذا ما في زكاة وخي يكون كتير عندك هكتارات ديال الحطاب وديال القصاب ودك الحشيش لك يكل الحيوانات هذا كله لا يزكى عليه لنا ربي قال من الطيبات يعني التمار والخضروات والقطاني وغيرها الا ان يكون هذا الحطاب الحشيش هو يباع فيتحول الى زكاة عروض التجارة ثم ربنا سبحانه وتعالى غير يذكر لنا احكام كثيرة استنبطها العلماء قالوا بان الزكاة ديال الزروع لا تتكرر يعني ان الانسان الى خرج يوم الحصاد الزكاة وبقام خبي داك البراكة اللي عنده خبها عامين تلسنين داك المنتوج دياله لا زكاة فيه مش بحل الاموال الاموال كل سنة خستك تخرج عليها الى خبت واحد خمسين خوراة كل عام خستك تخرج لكن الى كانت مطعومات وادخرتها لا تلزمك فيها الزكاة الا مرة واحدة يوم الحصاد ثم تلقوا بان العلماء والفقهاء غير يذكروا احكام في الزكاة من الخاج من الارض فالبعض قالوا بان كل ما يخرج من الارض القليل والكثير من الحبوب والتمار والفواكه بحل الموز الرمان والخوخ والزيتون والبقول والخضروات اللي فيها بحل البقول بحل كلها كلها نخرج فيها الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر لكن فقهاء بحل الملكية وغيرهم قالوا لا الزكاة تجيب فيما يكال او يقتد لكي تكيل او يكال يقتد بحل القمح والارز والتمر والزبيب هذا هو الذي فيه الزكاة وخصو يبلغ نصاب ما هو النصاب؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سق من التمر صدقه الوسقو هو ستون صاع نبوي يعني النصاب هو ثلثمائة صاع نبوي هذا هو اللي كي تسمى فيه النصاب ديال الزكاة اما ما يتعلق بالفواكه الفلاح اللي كي ينتج الفواكه والخضروات فهذه يقولوا بان ما فيها زكاة ما فيها الزكاة لان كانت في المدينة المنورة الخضروات والفواكه كانت بالطائف ولكن ما فيها الزكاة ماذا يفعل بها؟ تتحول الى نقود اللي عنده الزيتون مثلا وذي يطوروا الى الزيت او عنده الفواكه او عنده الخضروات لا يخرجوها يوم حصاده وانما غد يبيع في الاسواق وغد يحصل على ثامن همالا وغد تحول الى عروض تجارة اذا حال عليه الحول يعني كل عام سيخرج عليها وقالوا الفقه ممكن لمن بلس له النصاب انه يجمع بالقمح والشعير ويضم بعضها الى بعض باش يكمل النصاب طبعا القدر الواجب هو العشور والعطاء يكون لمن لمن هو الى كانت يسقي بالثانية او بالدلو او بالمحرك الوقودي او الكهربائي هداع لها نصف العشور حتى عنده مصاريف كثيرة اما اللي كان كيسقي غير بالمطار او بالعيون والانهار هداع للعشور وسبح الله العظيمة للعشور دين المسيحي عندهم العشور في كل شيء المسيحيين حينما يخرجون زكاة اموالهم عندهم عشرة في المية احنا المسلمين عندنا غاجو جونس في المية اقل نسبة زكاة عند اهل الاديان هي عند المسلمين اربي اجعلها قليلة تخفيفا على الاغنية وقال لنا لما نعطوها الى مصاريف اهلها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذا كلهم ثمانية الانواع قال ان الله اعطوا لها فريضة من الله والله علم حكيم وانا هنا حدرنا الله تعالى عندكم حينما تريدون ان تخرجون الزكاة انكم تلبسونها بممنوعات اشنين الممنوعات على الزكاة انها تبطل بالمن والادا تطلشو واحد زكاة وتمنع ليه وانا كل عام كنعطيك او تآديه تطلو حاليه وتشوفيه نظرة حادة فانها تبطل بالمن والادا لقول الله تعالى لا تبطل صدقاتكم بالمن والادا واللي اعطها بطيب خاطر ربي ركي زكيه وربك يطهروا وربك يرفع مقاموا الى الاعلى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فكان النبي الكريم يدعو لمعطي الزكاة بالخيرات وصل عليهم ان السلطر سكن لهم ومن يبخل هناك ناس يبخلون لماذا اعطي انا اتعب واشقى ونعطي لما نعطيش ربي قال لك اذا اعطيت فان ربي سوف يطهرك ويزكيك ويبارك لك في المال ويحفظه اما اذا لم تعطيه فربنا ماذا قال قال وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فكل شيء هو من كل الله بعد هذا ماذا قال ربنا عز وجل في سورة الأنعام لما قال وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ كُلُوا كُلُوا من رتماره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تسرفوا هذا نهي عن الإسراف والتبدير لا تسرفوا يعني يهم النهي عن الإسراف في الأكل لكي بقى يأكل أكثر من القياس لإسرافه والمجاوزة الحد والعادة فأن يأكل صاحب الزرع أكلاً يضر بالزكع كي بقى يأكل بش قبل ما ينضج يضرب هذا حرم أو الإسراف في إخلاج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه فيه الكرم بزاف وكي يبقى يعطي أكثر من القياس دياله هذا يضر نفسه إذا كان هو زاهد سيضر عائلته أو يضر غرماءه نسل يخصم يطم حقهم فربنا قلنا إياكم من الإسراف حضرنا من البخل وحضرنا من الإسراف فهو كله أمر يبغضه ويمقطه الله عز وجل ففي الحديث كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة هكذا أمرنا الله عز وجل كلوا واشربوا كلوا اللي بغيتي والشرب ما بغيتي ولبس كيف بغيتي لكن في غير إسراف ولا مخيلة لا إسراف ولا تبدير ولا مخيلة إعجاب ومن الإضرار لكي إسراف بزافه كي ضرب العائل ديالو كي ضرب ولادو كي حرم الوراة ديالو كل محرم لحتقل الفقهاء إذا كانوا لابد أن يعطي فليدع لأهله أتلت على الأقل تلت ميضاش وربنا عز وجل حذرنا من الإسراف لما قالوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كالقوبة أن الإسراف هذا تجلى في واقعنا المعاصر كثير مظاهر الإسراف في واقعنا المعاصر كثيرة للأسف وهذه الآية القرآنية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يظن البعض بأنه يخاطب بها المشركين العرب لا يخاطبون حتى نحن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في واقعنا المعاصر نرى مظاهر الإسراف تتجلى في الكثير من الجهات في المآدب العراضات مآدب فارهة تفوق حاجة المدعوين إليها كالقوم موائد في أعراص أو في مناسبة سعيدة كالقوم مأدوبات فارهة يعني الطبلة مقيومة مقيومة بواحد مبلغ خيالي فوق عشر ألف درهم وهذه يكلت من يدي الناس أليس هذا فيه ظلم أليس فيه إهضار لحقوق الضعفاء وحقوق المساكين وحقوق المستضعفين في الأرض هذا إسراف ثم ملكي يكلدك الناس الكثير منها يبقى ويرمى في النفايات ولا يستفدوا منه فهذه دعوة مموّل الحفلات على شكلتهم إن نبقى ذلك الطعام نعود نصبوه نقادوه ونحاول نعطوه الأسر فقيرة أو نسق مع بعض الجمعيات التي تقوم بنقله إلى جهات فقيرة كذلك كالقول إسراف سمعتنا كثير في حياتنا المعاصرة في اللباس اللباس كتلقى بأن الإنسان يتجاوز الحد في اللباس لماذا خلق الله اللباس؟ وضعوا لي ستر البدن وحماية الجسم من الحر والبرد لكن كالقوا بعض الناس عندهم اللباس صار وسيلة من وسائل التباهي والتفاخر لم يعد هدفاً وغاية تشغل بل الإنسان كلقى كلقى الإنسان يتباهى في شريء أغلى أغلى اللباس أحسن توب ماركا سينيا بتمن غالي جداً كثافي أموال طائلة كل من أجل التباهي والتفاخر وكان الأصل أن يكون اللباس لستر البدن وحمايته من الحر والبرد كذلك كالقوا بأن الإصراف في حياتنا المعاصرة كثير كالقوا في استخدام الكهرباء والماء والهاتف ووسائل التواصل كالقوا إصراف كبير عدم ضبط في الأسلوب للإستخدام كدخل شي بيت أو كدخل شي مصنع أو كدخل شي مؤسسة كدقى الكهرباء في كل مكان يضيع وبالليل الناس كيمشيوا في مستخدمين في شركة أو في مصنع كي يسالوا مع الثمانية مثلاً وكي يخلوا الكهرباء شغال حتى الصباح هذا إهدار وإصراف إصراف في المياه إنسان بغي يغسل السيارة ديالو كي يستعمل أمو بالمياه كي يضيع الكثير حرام الماء صالح للشرب يحتاجوا ناس آخرون الإصراف في وسائل التواصل كثيرة وسائل النقل أيضاً الناس يسرفون في استعمالها أشكال وألوان وكل هذا الإصراف أخطره في عصرنا هذا الإصراف في تضيع الوقت هذا أخطر إصراف الناس يسرفوا في وقتهم يضيع والنبي الكريم حضرنا من ذلك وقال إحذروا ضياع الأعمار ففائتها لا يعود والإصراف الكثير أيضاً أيها الأحباب لخطر جداً الإصراف في الكلام عصرنا هذا مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبع عدنا الإصراف في الكلام فالكلام جاء في الحديث هو كالدوى قليله نافع وكثيره قاتل إلا ما كان في ذكر الله الكلام كلما كان قليل كان أفضل إلا في ذكر الله لأن ربنا عز وجل قال أذكر الله ذكراً كثيراً وأيضاً غيرها من أنواع الإصراف فربنا عز وجل حضرنا من ذلك وقال لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وأمرنا أننا نعمل الخير ونعمل الصدقة ولكن دائماً بالوسطية والاعتدال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محصوراً هدهما أهل الله وعباد الرحمن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً فالإنسان كل واحد منا مسؤول وهذه نعم وعطايا من عند الله رب خلقها من أجلنا ننتفع بها ولكن حذرنا من التضيع ديالها فهذه الآيات اذكر رب عز وجل الأطعمة النباتية هذه الآية المباركة اللي اذكرنا الآن اذكر فيها الأطعمة النباتية يعني كل ما ينبت من الأرض سواء كان ثماراً أو أعشاباً أو غير ذلك فهي جميعها مباحة أتشل خلق رب عز وجل من أجلنا لهذا قال جل جلله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبة فكل هذه الأطعمة المذكورة حلال ولا حرم في تناولها إلا ما كان فيه ضرر مثل الحصى مثل التراب مثل السم هذا لنا كله وأيضاً ما كان نجساً أو كان مسكراً هي النباتات مسكرة نباتات فيها أفيون نبتت فيها مخدرة محرمة نبتت فيها نجس محرمة وإذا كان فيها تؤدي إلى ذهب العقل والسكر العقل كلها محرمة أما غير ذلك فكل ما خلق الله مما ينبت في الأرض حلالاً طيبة الحق عز وجل قال لنا كلوا كلوا مما في الأرض حلالاً طيبة وتجنبوا ما فيه ضرر كالخبيت أو النجس أو المسكر أو الفيسوم وهذا يلحق به الأطعمة الحيوانية أيضاً الأطعمة الحيوانية ستعرف على إن شاء الله في المقطع الموالي وربما الوقت ضاق بنا نؤجلها إلى الغد الأطعمة الحيوانية هي كثيرة ستعرف إن شاء الله على الحيوانات البرياء ستعرف على الحيوانات اللي هي سمكية اللي هي كالطير في السماء واللي هي تعوص في البحر وغيرها من الأنعام ما هو مباح بدوابط معينة وما هو محرم كالخنزير وكالحمر الأهلية أيضاً يلحق بهذا كله أيضاً الأشريب لأن من الأطعمة كان خرج الأشريب فالأشريب هي كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض أو ما تم عصره من الثمار أو يعصر من الزهر أيضاً هذا كل حلال ما أنزله الله من السماء من الأشريب المياه المختلفة أو نبع في الأرض من الأنهار والعيون والأبار أو ما تم عصره في الثمار أو العصير فواكه معينة كل هذا حلال والزهر أيضاً يُعصر كل حلال ربنا قالين هذا كل دياركم بصحتكم في قوله تعالى وَأَنْزَلْنَا مَنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَى وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا ولكن يستثنى من ذلك ما ورد النص الصريح في تحريمه فالأشربة الحلل كثيرة الماء حلال الزنجبيل حلال الزيت حلال القهوة حلال الشاي حلال العصير حلال الخل الشراب المنعنع كل هذا حلال ربنا قال لك خذها لكن هناك أشربة أخرى محرمة فقد تكون شراب خبيت أو دار أو نجس في نجسة أو مسكر أو سام هذا مهلك هذا لنأخذه ومنها الخمر لما قال الله عز وجل في الخمر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ فَاشْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فهذا ممنوع ولكن غيره حلال الشراب الحلال كثير أنواع الأعصير أنواع الزنجبيل أنواع المياه كثيرة ومتعددة والعسل قل في الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أنواع العسل فيه شفاء للناس كأن العسل الأبيض والعسل الأحمر وغير من الألوان وكذلك ربنا عز وجل الماء أنواع شوف غير المياه شاركت المياه كثيرة خسيلا في المياه وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون غير المبحدو في شرب كافي أفرأيتم الماء لتشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون وخصوصا لأشرب المتعلقة بالحليب والألبان كثيرة فيها صحة وعافية وبركة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين لبنا خالصا سائغا للشاربين هذا باختصار أيها الأحباب الكرام ما يتعلق بنظام الغداء النباتي النظام الغداء النباتي في القرآن الكريم ربنا كيف جعله رحمة لنا وكرم من عنده لنا قلنا كولوا وشربوا وتمتعوا ولكن من غير إصراف ولا تبدير ولا مخيلة وإذا حصلتم على شيء من ذلك صحتكم ولكن أخرجوا زكاته واعطوا منه للفقراء والمساكين ووسعوا على عيالهم هذا ببساطة وربي وعدب أن يزيدنا يزيد من الخيرات إن شاء الله في الغد سأتكلموا على الأطعمة الحيوانية التي جاءت فيما بعد لما ربنا عز وجل قالوا من الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزعكم الله ولا تتبع خطوة الشيطان إنه لكم عدو بيهن سأتكلم ربنا عز وجل عن الأنعام حمولا وفرشة سأتكلم ربنا سبحانه وتعالى على الضعم وعلى المعز وعلى البقر وعلى غيرها وكل ما يتعلق بها ومن ثم سأستفدو أن الحيوانة المحللة هي هذه وبالمقابل سأتلقى الحيوانات أخرى سأتعرف على أحكام الحيوانات في القرآن الكريم ما ينتفع به ما يؤكله وما لا ينبغي أن نقترب منه وهذا شريعة محكمة لو أن النظام الدولي الآن كان يهتم بالشريعة القرآن ما أصبنا بداء الكورونا فهو نتيجة خلل في النظام الغدائي النباتي وخصوصا الحيواني وإن شاء الله إذا بقي في العمر بقيه غدا بإذن الله سأتكلم على النظام الحيواني في الأطعمة وهذا القول عجب العجب سأتعرف على الأنعام البقار والمواشي والمائز والجمال سأتعرف على الخيول والدجاج والأسماك وعلى الجراد وعلى الأنواع الحيواني الممنوعة كالبغال والحمير والخنزير سأتعرف على حيواني أخرى مستخبة وضارة كتعيش في النباتات كالدود والدباب وغير من القراضة وغيرها لسبب في إصابة بالكورونا القراضة وأكل الكلاب والتعابين وغيرها من المخلوقات الغريبة جدا سأتعرف على بإذن الله تعالى سأتكون إن شاء الله فيها واحد الإشارات على أنه لا يمكن لرجل يرعى الغنم في زمن قديم خمسة عشر قرنا ويعيش في أرض صحراوية وكان أمي لا يقرأ ولا يكتب ويتحدث لنا عن عظمة القرآن يتحدث عن كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء نحن اليوم نتكلم عن النباتات ولو باختصار سأتكلم عن الأطعمة الحيوانية وبعد منها سأتكلم على أشياء أخرى في سورة الأنعام سأتكلم في الله عن القانون الدولي سأتكلم عن القانون الدولي في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في القرآن وأدلقو العلماء وأدلقو الحداتات وأدلقو في القرآن الكريم أأها عالم أنزلون ساهلون في هذه الصورة المباركة تدرى الأنعام ثأتكلم عن صورة أخرى عظيمة بالآلقو عالم الملائكة عالم غيرمرئي كذلك سReal Croقمان الإع colour بإنسانNA كيفاش ممكن يكون تربية متوازنة فردية وأسرية وجماعية وغن دخلوا من بعد سورة لقمان إلى سورة سبع وغن تلقوا الأنبياء دالبني إسرائيل عن داود وسليمان على الأمور التي تبدو كالأساطير وهي حقائق القرآن الكريم زكاها وصوبها وغن قواعيشين مع القرآن الكريم وغن تأكدوا بأنه ما فرط الله فيه من شيء وأنه لا يمكن لهذا النبي الذي كان يرعى الغنم وكان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يغادر جزيرة العرب أن يقول كل هذا الكلام إنه إلا وحي يوحى فاللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم إن شاء الله